موسيقى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعناوين مائة وثلاث وستون توصية للهيئة الوطنية لمكفحة الفساد ونجاعة مقاومته وتوصية بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدي للفساد أحداث مركز اجتماعي تربوي عمومي لأطفال التوحد بسيد حسين وقريبا احداث مراكز اخرى بكل من مدنين والشمال الغربي موسيقى الاتحاد العام التونسي للشغل يجدد تمسكه باضراب السابع عشر من جانفي ورئيس الحكومة يؤكد ان التفاوض مستمر مع المنظمة الشغيلة موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الاخبارية قدمت الهيئة الوطنية لمكفحة الفساد تقريرها الدوري بعنوان سنة سبع عشرة والفين شخصت خلالها الوضع الحالي للفساد في تونس وإطار مكفحته واستعرضت نتائج أعمالها في مجال البحث والتقصي عن الملفات ذات الصلاة رئيس الهيئة شوق تبيب قال ان رغم الصعوبات فمسار مكفحة الفساد متواصل واضف ان العدد الجملي للمصرحين بالمكاسب حتى منتصف ليلة الاربعة فاقت توقعات حين تخطى الستة والتسعين الف قدرت الهيئة الوطنية لمكفحة الفساد أن التدخلات لبيات الفساد بشكل غير مباشر لن يثني عن مواصلة جهد سغطوا بالنسبة لسنة سبع عشرة والفين في تقرير شمل عدد قطاعات وتوجه بمائة وثلاثة وستين توصية منها المطالبة بتفعيل المجلس الأعلى لتصدي للفساد وسترداد أموالي وممتلكات الدولة والتصرف المحدث بصفة قانونية منذ سنة الثنتين عشرة والفين عندنا منظومة تشريعية متطورة وملائمة وتلائمة مع الاتفاقيات الأممية لمكفحة الفساد ومعاتش ينقصنا حد شيء نجمون قوله لكن المعضلة في تونس هو انفاذ التشريع رئيس الهيئة شوقي تبيب قال أنه رغم تحسن الجهود الوطنية لمكفحة الفساد يجب العمل على تدارك نقائس تتصل بالتسريع في الشروع في رقمنة الإدارة على اعتبارها من أهم مواطن الضعف في الحوكمة وبدعم للسلطة القضائية كذلك الاقتراحات التي لديها علاقة بالضرورة مراجعة القوانين خاصة مجلة الجرائية الجزائية إلى غير ذلك وفما بطبيعة الحال زاد كذلك حلول على مستوى السياسي ونعني به السياسة الجزائية للدولة شوق تبيب فاد أن الهيئة تلقت سنة 17 و2009189 عريضة حالت من على القضاء 245 وأضاف أن الهيئة نفذت 121 نشاطا في مسعى للترفيع من انخراط واتزام كل المعنيين ما حقق استشابة أكثر من 87% من الوزارات لا قضاء ولا هيئة ولا غيره ولا هيئة رقابة وكلنا مع بعضنا ولو يقع مضاعفة جهودنا مئات المرات لن نستطيع إذا كانت تكون الجهود هذه كلها ماشية نحو القبض على الفاسدين وتتبعهم نشد كل الفاسدين وانتم تعرفوا الشيء هذا عملينا العملية غير ممكنة فالحل هو في شدان منظومة الفساد تقرير سنة 17 و2000 ووفق عدة قراءات يؤكد مرة أخرى تفشل الفساد في عدة مجالات حيوية خاصة قضاء مكلف بمتابعة الملفات اللي تحلط له أصدار أحكام فيها مجلس نواب الشعب في عملية معانتها تطوير القوانين المنظمة لمكافحة الفساد وتوفير الحكومة ايضا بشتفى على انت توسيات لازمك موارد مالية وموارد بشرية تفعيل المجلس الأعلى للتصدي الفساد هذه تكون فكرة طيبة جدا حتى وأنه بالتعاون والشراكة مع مجلس نواب الشعب ربما نجعله المستوى الأول أو الحاجز الأول نحو انتشار الفساد أكثر للأسف اليوم حتى برلماني ما هو حاضر اليوم في الدكلاراسون هذه رئيس الهيئة أكيد عنده الزمية تقديم التقرير إلى البرلمان نشوفه البرلمان مش يقوم بدوره ولا وأكدت الهيئة الوطنية عملها بالتنسيق مع عدة ثاياكل في إطار بقربات وقائية لمكافحة الفساد تلحل حل الأمثل كما ندعم أعمال كل المدخلين في مجال حصن التصرف في المال العام نعتبر أنه تقريتري عدة جوانب تم التطرق عليهم السيد العميد وقت لاخذي التقرير أنا مشي تلوشت فماشي أشكاليات مخص حماية المعطية الشخصية يظهر للهيئة متع مكافحة الفساد وعية بالألزمات القانونية في المجال الهدايا تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ينتظر أن يكون منطلق عمل باحثين وأعلاميين على فساد صار متطورا في عدة قطاعات وتعددت تمظهراته خلال اللقاء الذي جمع مساء الخميس في قصر الضيفة بقارتاجة رئيس الحكومة يسوف الشاهد بكل من رئيس النقابة الوطنية لصحفيين التونسيين ناجي لبغوري والكاتب العام سوكينة عبد السمد تم الاتفاق على إجراء لقاء ثاني خلال الأيام القادمة لمواصلة التباحث حول الحلول الممكنة أو المضي قدما في قرار الإذراب العام في القطاع المقرر اليوم الرابع عشر من شهر جانفي المقبل وخصص اللقاء وفق بلاغا لنقابة الصحفيين لمناقشة الوضع العام في قطاع الأعلام والنظر في مطالب الصحفيين وخاصة منها مسألة التشغيل الهش ووضع حد نهائي له وإيجاد الآليات الكفيلة لذلك سيما في القطاع الخاص كما تمحور اللقاء حول جملة من الملفات المهنية والاجتماعية التي تهم الصحفيين وتشغلهم في هذه الفترة صبر الاتحاد العام التونسي للشغل النفذة وإذراب السابع عشر من جانفي القادم سينفذ هذا ما جاء على لسان أمين عام اتحاد الشغل نوردين الطبوبي أمس خلال ندوة إطارات الاتحاد جدد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسكه بالإذراب العام في السابع عشر من جانفي القادم مؤكدا أن المفاوضات الجارية مع رئاسة الحكومة لم ترتق إلى تطلعات المنظمة الشغلة للحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الأسعار كما أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين الطبوبي أن صبر الاتحاد قد نفذ وفق تعبيره أقول وأكرر مرة أخرى ما تلعبوش بالنار ما تلعبوش مع الاتحاد أقول وأكررها المراهقين في السياسة صبرنا عليكم بما فيه الكفاية ولكن نفذ صبرنا لأنه البالح وقعت جلسة والمقترحات المقدمة ما نحن ما نحن نتعفو تيت وما نحن نسعتو في حتى حد أو مقترحات أنا قلت لهم لولاية البالح الوفد التفاوضي ما تقولوا ليش الحديثة أحسب رواح كما ما عملتوا الجلسة وأشار الأمين العام للمنظمة الشغلة أن الاختلاف القائم بين المنظمة والحكومة هو اختلاف حول وجهات النظر والمسارات المتبعة وغياب الثقة في مستوى تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين تضراب 17 جانفي ما نضمنش باش يكون كإضراب 22 قامت لقيامة شبيه هدد لا ما نشن هدد أولا وبالذات لأننا مش نحن وحدنا مسؤولين على البلاد هذين اليوم تم حركة اجتماعية واليوم الناس ملت وفدت ولكن انت تحسي في حساباتك ما تحبش تحلل المشكل ولا يقعوا حرور أنه بيسالش ننحني للعاصفة وطوي يتعد نهار ضراب ويمشى على روحه حتى أن كل واحد وعنده تكتيكات وفي جيبه كل شيء عملها وبخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة أكد الطبوبي أنها تهموا اتحاد الشغل ويجب الإعداد للمرحلة القادمة مشيرا إلى أن مؤسسات الاتحاد العام التونسي للشغل هي من ستتخذ القرار وستحسم في هذه المسألة وبشأن الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية أكد رئيس الحكومة يسوف الشاد أن تفاوض مستمر مع الاتحاد العام التونسي للشغل قائلا أن الحكومة تقدمت بمقترحات أحالتها على الطرف النقبي خلال جلسة تفاوض انعقدت الأربعة وتنتظر رد الاتحاد بشأنها وأعرب الشهد في تصريح إعلامي عقب تدشين المركب الاجتماعي التربوي لأطفال التوحد بسيد حسين أعرب عن الأمل في أن يتم إلغاء الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية ليوم السابع عشر من جنفي المقبل نحن في تفاوض مستمر كما قلت إن شاء الله نلقى حلول الحكومة عملة مقترحات وننتظر في ردد فعل الاتحاد إن شاء الله تكون هناك جلسات أخرى أنا في التواصل مستمر مع أمين العام التونسي الإتحاد العام التونسي للشغل فإن شاء الله أمور نحن أنتك ماذا بينا ما يصير لضراب ماذا بينا نحسن الأمور الاجتماعية فما صعوبات على المالية العمومية لكن كما قلت أحنا مسؤولين زادة على ميزانية الدولة افتتح أمس أول مركز عمومي لتكفل بالأطفال حامل أطياف التواحد بسيد حسين المركز العمومي الأول من نوعه في تونس افتتحه رئيس الحكومة يسوف الشاهد الذي أكد على أهمية هذا المركز والذي ستليه مراكز أخرى على مساحة ألفين متر مربع وبطاقة استيعاب أربعين طفلا تتوزع ثلاثة عشرة قاعة للأنشطة الحركية والنفسية وتقويم النطق ورشاة العنشطة الانشتماعية والتربوية لأول مركب اجتماعي وتربوي عمومي مختص لرعاية أطفال التوحد بتونس المركز المتكفل بالأطفال حامل أطياف التوحد ممن تتراوح أعمارهم بين ثلاثة واثنة عشرة السنة افتتحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أكد اعتزام الدولة إحداث مراكز جديدة بكل من ولاية مدنين وبالشمال الغربي تعرفوا ثم مراكز مختصة وتذكروا لإشكالية نجم تسير كلفة عالية جدا بالنسبة لأولياء مبيل خمسمائة دينار وألف دينار شهريا فدولة تتحمل مسؤوليتها وتقوم اليوم بوضع أول مركز عمومي مفتوح بش يكون بطريقة مجانية للعائلات الضعيفة ومحدودة الدخل وبمساهمة رمزية لبقية العائلات رئيس الحكومة دعا أيضا إلى ضرورة استغلال بعض المساحات المحيطة بالمركز كفضاءات ترفيهية رياضية لأبناء منطقة مدينة عمر المختار بسيد حسين خلينا نعملهم هنا ملاعب رياضية ونعملهم ترفيه للمنطقة ونعملهم ثقافي رياضي فم برشة نقص في الأمور الرياضية والثقافية هنا في ولاية تونس قراب المراكز القرار ولكن تشوفوا بعض الأوضاع الصعبة فإن شاء الله نكونوا قراب المواتنين بهذه المشاريع مشروع اجتماعي بدرجة أولى تؤكد المشرفة عليه أن الافتتاح الرسمي واستقبال الأطفال سيكون قريبا فور الانتهاء من عملية انتداب الإطار المشرف المركز هذا المهمة متاعه هي مهمة تربوية تأهيلية وخاصة إدماجية بيش يدمجوا في أقرب وقت في المجتمع وفي المدرسة خاصة بعد أن ظل لسنوات حكرا على القطاع الخاص مركز اجتماعي تربوي عمومي لأطفال التوحد بمدينة عمر المختار بسيد حسين لبنة أولى للتعهد المبكر بالأطفال الذين يعانون من مشاكل في السلوك والتواصل الاجتماعي واللفظي وغير اللفظي خاصة مع تزايد هذه الفئة في السنوات الأخيرة وارتفاع تكاليفها العلاجية وفي جولة أخبارنا الدولية عين العاهلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز أمس عين إبراهيم العساف وزير للخارجية في إطار تعديل وزري شمل أيضا تغيير من يشغلون مناصب عليا في الأمن القومي ويحل العساف محل عادل الجبير الذي عين بأمر ملكي وزير دولة للشؤون الخارجية كما قام الملك بتعين الأمير عبد الله بن بندر ابن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني خلفا للأمير متعب بن عبد الله وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية وصدرت الأوامر بتعين الفريق الأول خالد من قرار الحربي مديرا للأمن العام وتعين مساعد بن محمد العبان مستشارا للأمن الوطني صراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ليس لديه أي خطط للانسحاب من العراق خلال زيارة مفاجئة أدها لتفقد القوات الأمريكية في العراق زيارة هي الأولى له إلى منطقة سراعات بعد سنتين من توليه الرئاسة وعقب أيام من أعلانه سحب القوات الأمريكية من سوريا في زيارة مفاجئة له هي الأولى لمنطقة سراعا وللعراق منذ انتخابها تفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية هناك والتي يبلغ عددها نحو خمسة ألاف جندية رحلة إلى العراق يرى عديد الملاحظين أنها تهدف إلى إسكاة الانتقادات منها المتعلقة بعدم التقاء ترامب بجنود أمريكيين على الأرض حيث تعتبر الرحلات الرئاسية لتعزيز معنوية الجنود تقليدا أمريكيا في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر كما تأتي وفقهم لصرف الانتباع عن المشاكل السياسية الداخلية المتفاقمة وخلال زيارته لقاعدة الأسد الجوية لتهنئة القوات الأمريكية المنتشرة هناك بأعياد الملاد حسب ما أعلنه البيت الأبيض والتي تأتي أيضا عقب قراره خفض عديد القوات في أفغانستان وبعد أيام من الإعلان عن صحب القوات الأمريكية من سوريا دفع ترامب عن قراره بقوله أنه بات ممكنا بعد هزيمة داعش الإرهابي في سوريا وأنه بإمكان الولايات المتحدة استخدام العراق كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء في سوريا ترامب قال أيضا نحن منتشرون في جميع أنحاء العالم ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تبقى شرطية العالم حسب وصفه مقابل هذا نافى ترامب وجود أي خطة لدى الولايات المتحدة لانسحاب ممكن من العراق وألغى اجتماعا كان مقررا مع رئيس الوزراء العراقي عدل عبد المهدي إلغاء يقولون مكتب عبد المهدي أنه جاء بسبب خلافات على كيفية عقد الاجتماع لكنهما تحدث عبر الهاتف حول تطورات الأوضاع سيما بعد قرار ترامب الانسحاب من سوريا والتعاون المشترك لمحاربة تنظيم داعش الإرهابية في حين تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إلغاء الاجتماع يأتي بسبب مخاوف أمنية وأمت ترامب الذي كان مصحوبا بزوجته ميلانيا حوالي ثلاث ساعات في العراق وفي طريق عودته إلى الولايات المتحدة توقف لنحو ساعة ونصف في قاعد ترامشتاين الجوية في ألمانيا ونعود إلى الشأن الوطني فقد انطلقت الدورة التاسعة لملتقى شباب غفصة للسينما متضمنة ورشاة للأطفال وعروض أفلام سينمائية دورة جديدة تواجه حسب منظمها صعوبات مادية دورة جديدة من ملتقى شباب غفصة للسينما انطلقت بمركز الفنون الدرامية والركحية تحمل معها عروضا لأحدث الأفلام السينمائية دورة تاسعة يتمسك منظمها بتواصلها رغم الصعوبات المالية المهرجان هذا هو يوصل للدورة التاسعة عن طاعه معناها ما عادش تواه ولايد صغير ولا يشد روحه المهرجان صفك وانه هو وانماشي ياخذ أهمية في تكوين الشباب ويولي عنده صيد في الجمهورية الكل لاحظت السنالة فما كلي شوية فما اضطراب شوية في التمويل اللي هو النادي سينماين الهوات في قفصة لقاء مشكلة صغيرة باش يمول الوحدة معناها أكثر تمشي مشينا فيه أنه النشاط يكون متوزع على برشة فضاءات ثقافية اخترنا أنه عرض الأفلام يكون في مركز الفنون الدرامية ورقحية بقفصة الورشة التكوينية باش تكون في المركب الثقافي قفصة كذلك اخترنا أن يكون عندنا نشاط للأطفال اللي هو ورشة تكوينية في صناعة الأفلام بالسلسال ديما نلقو مشاكل في الفترة هذه بحكم أنه فترة انتقالية وديما على حكاية فان دي بي جي فيلم في عيني للمخرج نجيب بالقاضي افتتح ملتقى شباب قفصة للسينما واسجل حضورا لافتا للجمهورة بو محلاء الفيلم وانتخيبوا فيلم ودجا فيها ميساج نصور للي باران الوغي الكريتيك زادة لليزاسوسييسيون اللي هم بتاع اللي اهتموا بالليزوتيس هذو ما أعجبني يسران الفيلم بصراح بو أثر فيها برشة الفيلم دي جا بك الحمد لله لازمنا برشة برشة دي زيفين ما هكا في قفصة مش نموالفين بالحواجه دي في قفصة وتظهر به ياسر بالأخص انها منظمة من طرف شباب وحاجة به ماذا بينا دي محواجه هكا في قفصة ان شاء الله يتواصلوا ويكون ما أحسن وما خير وتكون عروض دولي أكثر أربعة عروض سينمائية متحاتلة أيام الملتقى الذي يعتبر فرصة للجمهور لمشاهدة الأفلام الجديدة في جهة تفتقر لدور السينما ولمهرجنات تهتم بالفن السابع نهاية النشر مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينها 163 توصية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونجاعة مقاومته وتوصيات بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدي للفساد أحداث مركز اجتماعي تربوي عمومي لأطفال التوحد بسيد حسين وقريبا أحداث مراكز أخرى بكل من مدنين والشمال الغربي الاتحاد العام التونسي للشغل يجدد تمسكه بإضراب السابع عشر من جانفي ورئيس الحكومة يؤكد أن التفاوضة مستمر مع المنظمة الشغيلة وبإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تحية طيبة مشاهدين الكرام وإلى اللقاء